بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على شرف المرسلين. اليوم نحضر على مشروع خمسة دلهم. معروفة بمشروع كل شيء بخمسة دلهم. هذا المشروع اللي هو مشروع ناجح وعليه اقبل كبير. مشروع كل شيء بخمسة دلهم من المشاريع الناجحة في المغرب. لذا كنت مهتم بهذا المشروع. مرحبا بك في هذا الفيديو. اللي غدت قوم بقناة فكرة مشروع. شنو غدين قلوه غدين تركو فيه لشنو غديت تحتاج شنو غدير. في هذا الفيديو غدين تعرفوا مع بعض على مشروع كل شيء بخمسة دلهم. هذا المشروع اللي الصباح من المشاريع الرائدة عند الكثير من الشاباب المغربي. هذا المشروع اللي حدث الدرجة مؤخرا لما يعرف عليه من اقبل شديد من طرف المغاربة. من طرف الزبائن. طبيعة الحال. والاشارة فقط في هذا المشروع ليس جديد في المغرب. بل هو معروف منذ سنوات اصحاب الريقلام. الى انه كان يزور بصفة وتنقية يعني كان في السوق. ريقلام ريقلام كل شيء بخمسة دلهم او لا ريقلام كل شيء بعشرة دلهم. الناس اللي قدام ريئي يعقلوا المشروع. آآ الآن اصبح يزور داخل محلة تجارية مخصصة لذلك. مميزة المشروع. انه سهل انجاز. يقبل عليه الشديد من طرف زبناء بسبب الاتمينة للمنتوجات اللي هي واضحة. والخيصة كل شيء بخمسة دلهم. آآ مربح جدا على حسب من تقديد السلاء وتامل باش تقديد السلاء. مشروع قابل للتوسيع والتطوير. مشروع لا يستطلب ورأس مال كبير في البداية. مشروع لا يحتاج الى خبرة. شروط مشروع كل شيء بخمسة دلهم. لنجاح مشروع كل شيء بخمسة دلهم. يكون عندك موقع مناسب. موقع يمكن يكون مكتضب بالمتسوق يعني بالزبنة. آآ لان هذا النوع من التجارة يعتمد على الكيمية اللي كاتبها. ما كيعتمش على شيء حاجة اخرى يعني فيها الربح قليل. ولكن الى كانت كمية كبيرة كيولي الربح كبير. يعني عدد الزبائن. آآ اسم مشروع كل شيء بخمسة دلهم كيد لها الفكرة المشروعين الفكرة المشروع واضحة بان كل شيء بخمسة دلهم. ونتعرفوا اكثر على هذا المشروع. آآ الفكرة تقوم على بيع آآ مجموعة من المتوجات الضرورية في الحياة. آآ الزبناء ثمان موحد يعني كيملنا خمسة دلهم. آآ هات ومنتوجات النظف الشخصي يعني لشامبو للكريم كده 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 ما يخص النساء اذي كشل اكسسورات النساء واكسسورات المكاتب والهواتف والحواسيب والمنتوجات الموسمية مثلا بحل دخول مدراسي اقلام الرصاص دفاتير آآ فايد الاضحان مثلا كشي دل الماس آآ الساكة كين كما كنقولو وشهر رمضان كذلك يعني كينين فيها منتوجات لي هي موسمية آآ هاد الاشياء ايتي مبيع بشكل مختلط اي انك لا تتخصص بعمل توجه واحد يعني انك يكون عند كل شيء تقدر توفر جميع انواع ديال ديال المنتجات وجميع الادواق لجميع الشرائح للربح كي يكون كيمة اللي بخذ ديك يقوموا على الكمية التي ستبعوا لانها يميش الربح فيها ضعيف لكن الاقبال سيكون مضاعفين لذلك في الربح هنا ينبني على العدد عدد الزبائن اللي كليوم الادوات اللي يزيمة لبدل المشروع ديك كل شيء بخمسة درهم آآ المحل كل ما كان المحل كبير كان افضل يعني محل تجاري لا يقول له على ثمانين متر مربع الى وقت تخدم بواحد النمط ثابت وباين يعني كتوفر سلعب الزاف آآ الرفوف اللي زي طجار يكونها متسعة في العرض يعني باش نكون متسعة باش تحطرهم سلعب الزاف آآ كاملا المراقبة حتى كي يكون تقريبا نفسي سامل سيبير مارش يكون شيء كي يدخل يتقدر نفسه وكي يهجدك شيء اللي يبغى بسلة وكي يجي يخلص يعني ضروري عاو التاني يقسك سلة صغيرة ومتوسطة الحجم اللي يتسوق الزبناء لافيتة نجد دابلي المحل التجاري يعني واحد يسم دي المحل واحد لافيتة اللي تأثيري لها التنسيون دي الناس اللي دايزين ويضاءة جيدة باش الناس يتعرفوا على المنتوجات ويشوفوهم وتتبعوا حد خريطة العمل خريطة العمل تمثل في تقديد المنتوجات وكيف يجيب المنتوجات ولا كنتي كتنوي مثلا انك دي هذا المشروع متنقل يعني بشي سيارة ولا دي الاسوق را عاو التاني حاجة وحد اخرى عربة اللي غاد ضعف تتحط فيها المنتوجات مثلا ولا سيارة ولا فراشة ابنسبة للمنتوجات المنتوجات يمكنك الحصول عليها هي يمكنك الحصول عليها في مدينتك مثلا كين الناس اللي يوردوا سلاك يتقضواها من كازا وكين يجي فرقوا في المدينتك لحسب المدينة اللي انت فيها ولا انتك تبشي تجيبها من كازا اللي كنت عندك سيارة يعني كين المناطق في كازا متلقى رجال لال ضرب السلطان ضرب عمر إلا وصلت لكازا ضرب اللي غا تمشي غا تلقاه وباش اسميتوا إلا كنتي غا دي تدير يعني هاتشي متنقلة يعني الحاجة الباينة والواضحة اللي غا تتربح به هي الاسواق الاسبوعية وكتكون قد قبل ما تتع تقضى كتدير دراسة دراسة للحواج اللي غا دي تقضاهم يعني كيكون عليهم الطالب من طرف الناس حيث انت ما عندكش محال يعني لما تقضاش اليوم يتقضى يعني وسبوعي يعني كتكتو هنا الحواج اللي كيتمشي لك يعني في كل سوق شن هما الحواج اللي كيتمشي لك بزاف ولي كنتي كاتم لكم الحال لهذا أحسن لغا تتحط بعين متوجات جيد متنوعة والطريقة دي لغا تتبريزونتي لما توجد دي لك يعني غا تخليها أن تجذب الزبانة أكثر يعني في هذه الحالة دي ما كنقول لك غا تحتاج إضاءة جيدة لما كان دي لك و السباقة الحائطية السباقة الحائطة غا تكون يعني شي دي هاني كل لامع وذو لون فاتح كي بيل منتوجات المعروضة يعني دائما العرض العرض والمحل وتنظيم المحل هذا هو المهم فاتشي كامل وسميتو هاميش الربح كي نقاس من ثلاثة الأقسام اللي كي مدارو الناس من قبل في الدراسة دي لهم وذلك بجري passionate نسل سلاة اللي كي تخلي دراسة دراهم في درا حلة ربحان في درا اللي كنت بيسل دراحان في البنات بالنسبةل الدراهم محدة يعني كيكون إقبال متوسط على زق ذلك ولي أقل من دراهم هي اللي عليها إلى إقبال كثير يعني هذي السلعة قريبا بحاف بحاف تكشير مواد الغذائية وذلك يكون فيهم وحدهم يشير ضعيف يعني هم اللي يعني هم لإقبال بزاف وإقبال يومي يتبعوا يوميا بالنسبة للتكاليف ورأس المال اللي غا تحتاج باستبدال مشروع ديالك يعني إلا كنتي غا تحتاج جهة شعارة بسلعة ديال خمسة درهم يعني أقل من خمسة لف درهم راك كافي بما أن فكرة المشروع وفكرة القناتية آآ سميتوا فكرة مشروع بأقل من خمسة لف درهم يعني خمسة لف در الخير والبركة فيها بزاف ديال السلعة يعني توفر السلعة الواحد لمدة طويلة وبالنسبة للمحال يعني كان نصيحة حتى لديك خمسة لف درهم تقريبا تقدر تدرقى لحساب الحجم للمحال وعلى حساب الزيط عجر اللي عندك اللي غا توفر باش تحط فيها السلعة ودائما كما سبق الدكر بأنه لمن توجد قدر يجيوك حتى للمحال تقدر انت تمشي تقطع إلا كانت لك مثلا مدينة طهر بيضاء قريبة لك وكل نوع يعني خديثي تقطع الناس قريبا واحد عشرين حبا يعني انت تدرب العسان عشرين شخص غي يجي يأخذك لمنتوج يعني ما يمكن شانا تحت خمسة لحبات من لمنتوج غي تلك منتوج غيبقى لك المحال خاوي لدخل لك بحدي عدد كبير في النهار يعني المحل يوميا غيبقى يبقى 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 لهم من عندك لاش ما كي يلقوا لي بغاوا كي يشوفوا السلعة باش يجيوا يأخذوها كي لقوا لي سبقوهم خدوها يعني ضروري يعني كنت تقوفر السلعة يعني عندك الس الاف درهم يعني الموفر في السلاوح في السطوك كيكون احسن. والمنتوجات يعني اللي كتكون مفضلة عند الزبنير منتوجات الكبيرة يعني يعني يحويج كبار من تلك الحويج الصبار ديشنا ما صارحينش يعني ضروري يكون ولكن يعني كنتك تكتر من الحويج يعني موضة مضيف آآ موضة الغذائية الى اخره. وفي المناسبة الدينية وكاعد الاضحاء ومثلا التخل المدرسي عشورة يكون القبر المضاعف يعني غتوفرها على حسب المناسبة شنو فييه شنو فيها. وبسك دي ما تكون مطالعة على المنتوجات الجداد في السوق يعني دي ما تكون معارف المنتوجات جداد يعني وتعرف فوقه يجيب السلعة وعليك بزيارة المحلات التجارية اللي كتبيع على المنتوجات اللي كتقدم المنتوجات تقريبا مرات ترجمة مرة الفتامانة. presumably حتى حاجة ما تفوتك. يعني هلابست على سلعة من جهات اخرى يعني هنا ما كانش في ديك المدينة ليولف تقدر Alsحدان ثقتي البلاد ثانة اخرين يعني tweeted to you Square te and you can get it سلعة كل ما كان احسن كل ما كان الربح ديالك كبير يعني يدخل لك منتوج ان شاء الله المحل غير قائقبات علاش حيث كتنوع وكتجيب حاجة ما كيناش يعني الشخص منك يدخل اليوم ما داخل بشي شو حاجة وحدة وخر جديدة كيتتقضاها مشي كي يقديم عقل على نفس الاستفادة ديال المحل نفس سيلة اللي في المحل نفس المنتوجات نفس 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 لا حتى التغيير ديال اماكن ديال وضع لمنتوجات كيلعب دور يعني بحلك التلف سيد ندخل المحل ما عارش الحاجة ممكن كي يقلب عليها كي يقضي شو حاجة واحدة وخرى ومكن نتمنوا التوفيق الناس ان شاء الله وفا بتعريق ان شاء الله اللي عنده شي رقم ولا شي عنوان ديال شي ما حل كي يبع هذه المنتوجات ديال خمسة درهب يعني أقار من خمسة درهب احت العنوان ولا الرابط ولا شي حاجة باش الناس تستفدوا شكرا وقناة فكرة مشروع كتبنا لكم حظ موفق دائما ولا تنسوا الاشتراك وتبعي الى زر زر ولايك لايك 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 شكرا لكم وتبارك الله عليكم وفاقكم الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله